صباح النور عليك تسنيم أهلا ومرحبا بكم مشاهدين إلى أولى جولات الإخباري بعد هذا الفاصل أهلا بكم قال قياد يمبارزون في قوى إعلان الحري وتغيير إن الائتلاف يتطلع لتسمية رأس الدولة ورئيس الوزراء في أقرب وقت ممكن تمهيدا لتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة وينتظر أن تنتهي العملية السياسية التي تجري بين العسكر وقوى مدنية ومهنية برزها مكونات الحرية والتغيير إلى إطلاق فترة انتقالية جديدة بقيادة مدنية مدتها 24 شهرا بناء على الاتفاق الإطاري المبرم بالخامس من ديسمبر 2022 قال القياد يو في الائتلاف محمد الفكي سليمان خلال حديثه في حلقة نقاشية استضافتها منصة سالا نيوز إننا نتطلع في المرحلة الأولى لتعيين رأس الدولة ورئيس الوزراء ثم البدء في مشاورات واسعة لتشكيل الحكومة هذا وقد قال الأمير العام لحزب الأمة القومية القيادية بتحالف الحرية وتغيير المجلس المركزي الوافق البرير إن الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري حريصة على إكمال العملية السياسية بأسرع وقت ممكن لاستعادة السلطة المدنية وتجيء التأكيدات عقب تصريحات لعدد من قادة الجيش في السلطة على أنها محاولة للتنصل من الاتفاق الإطاري بالتزامن مع ظهور تصدعات في جدران العلاقة بين المكون العسكري وعبر البرير في صفحته على منصة فيسبوك عن رضائه على سير العملية السياسية وقال إنها تنضي بصورة جيدة وسط إرادة وعزيمة من الأطراف على الوصول بالاتفاق إلى نهاياته حضر زعيم حركة جيش تحرير السودان وحاكم إقليم دارفور من أركو مناوي من تداعيات حرب محتملة في الأفق بين أعضاء المكون العسكري في العملية الانتقالية الجارية في السودان والجيش الحكومي وقوات الدعم السريع وكذا حاكم إقليم دارفور من أركو مناوي خلال مخاطبته حجد جماهير بمنطقة الجبرت على الحدود الإيرترية السودانية وجود مشكلة بين البرهان وحامتي مستنكرا استثمار البعض فيها مضيفا أن الحرب بين الجيش والدعم السريع لن تحدث مبديا استعدادهم للتوفيق بين الجانبين إذا أصبحت فرض عين نفى جهاز المخابرات العامة ما تردد في بعض الوسائط الإعلامية بخصوص مطالبتهم إخلاء مقار تدبع لهم تقييم بهم بعض القوات العسكرية مؤكدة أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد ناشري ومروجية شائعات وشدد الجهاز في تعميم على موقعه على أن الجهة الرسمية لنقل أخباره لأجهزة الإعلام المختلفة هي دائرة الإعلام بشرت فرائية مكافحة التهريب بجبارك أمدربان بدأ العمل الفعلي بنظام رادارات الأرضية إلى جارب العديد من التقنيات الحديثة في مجال محاربة التهريب وقال الفريق حسب الكريم آدم النور مدير قوات الجمارك إن الخطوة تأتي ضمن خطط قوات الجمارك لتطوير عمل الإدارة العام لمكافحة التهريب من خلال استخدام أحدث التقنيات الحديثة مضيفا أن الرادارات الأرضية تعمل على اختراق العوائق الطبيعية مثل الجبال والغابات وتتبع الأهداف من مسافات بعيدة من جهاته أبال مدير فرع مكافحة التهريب ومدربان الرائد مهندس محمد سليمان غندورة أن مجموعة الأنظمة الحديثة المستخدمة تشمل نظام الرادارات ونظام قاعدة البيانات ونظام التتبع عبر الأقمار الإصطناعية ونظام التتبع الإلكتروني مبينا أن التقنيات الحديثة المستخدمة تمكن من رصد وتتبع وكشف حركة التهريب أطلا هوغر بيتس العالم الهولندي الذي توقع الزلزال التركي بتقريدة جديدة مرعبة أمس الاثنين قال فيها أن تقارب هندسة الكواكب الحرجة في الثاني والخامس من مارس قد يؤدي إلى حدوث نشاط زلزالي كبير إلى كبير جدا وربما حتى زلزال هائل في حوالي الثالث والرابع من مارس والسادس والسابع من مارس وتتجه الأنظار منذ 6 فبراير الحالي نحو العالم الهولندي فرانك هوغر بيتس المثير للجدل اللاسيما بعد نشره تغريدات حديثة عن زلازل ستقع في مناطق معينة ووقعت بالفعل ولا يزال هذا العالم الذي ينتقد العديد من الباحثين حول العالم نظرياته التي تستند إلى توقع حدوث أي زلزال بناء على حركة الكواكب قال السفير الكويت لدى سودان في مناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الثاني والستين لدولة الكويت والثاني والثلاثين للتحرير بصالة التارب الخرطوم إن سياسة بلاده ظلت متوازنة وثابتة منذ استقلالها مبنية على احتراب المواثيقة الدولية والقانون الدولي وحماية حقوق الإنسان وعدم التدخل في الشئون الداخلي للدول وبيننا أنها حرصت أيضا على إقامة علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة في شتى المجالات وسعيها الدائم إلى تحقيق الأمن والسلام في العالم وقال السفير إن بلاده باركت منذ اللحظة الأولى قيام مكونات المرحلة الانتقالية في السودان بتوقيع الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر الماضي باعتباره خطوة في الطريق لتسوية سياسية شاملة تعيد السودان للمجتمع الدولي كما أعربت الكويت عن موقفها الداعم للآلية الثلاثية في تسهيل الحوار بين أطراف المرحلة الانتقالية وصولا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان كما أعربت عن استعدادها لتقديم المساعدات والمنح لدعم السودان في هذه المرحلة الحارجة وتقوية اقتصادها لتجاوز أزمته المالية وحول الدعم التنووي الذي قدمته الكويت لسودان أشار السفير إلى أن أولى مشاريع صندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية كانت في السودان شقيق وكان آخرها إعلان شركة زين الكويتي للاتصالات عن ضخي استثمارات بقيمة 800 مليون دولار للاستثماراتها في السودان خلال السنوات الخمسة القادمة رياضيا وصل فجر اليوم ثنائي الهلال الكونغولي إيبولا وفابريس نجومة لإكمال فترة التأهل الطبي بالسودان وفي جانب آخر استأنف فريق كرة القدر برادي الهلال أمس تدريباته استعدادا لمباراته أمام الأمل عبرة وأشرف على تدريبات الفريق المدير الفني فولوران إيبينجي رافقه المدرب العام خالد بخيت تغادر بحثة المريخ للعاصمة الجزائرية الجزائر لمعجهة شباب بولزداد في المرحلة الرابعة من مجموعات الأبطال ووضع الجهاز الفني أهمية خاصة للمباراة ذلك أن الفوز أو الضفر بنقطة واحدة يعني أن الفريق سيكون على مقربة من بطاقة الترشح إذ سيخوض المريخ مباراة أمام الترجيبين ببنغازي بينما سيؤدي مباراة في الجولة الأخيرة أمام الزبالك بالقاهرة على بيرنا تفوق الأرجنتيني ليونيل ميسي مجددا على زميله في باريس سين جرمان الفرنسي كليان إمبابي يحرز جائزة الاتحاد الدولي فيفا لأفضل لا أبن في العالم لعام 2022 ووقع الإخيار على ميسي الذي نال الجائزة الاثنين في باريس اعترافا بدوره الرئيسي في قيادة الأرجنتيني لا لقبها العالمي الثالث وسبق لميسي الذي فاز بجائزة الكرة الضهبية سبع مرات في إنجاز قياسي وعلق الأرجنتيني على تتويجه بهذه الجائزة قيل أنه أمر رائع يسعدني أن أوجد في نفس اللائحة بجانب بنزيمة وكليان إمبابي الذي قدم عاما رائعا هذه المكافأة شرف لي انتهت نشرتنا الإخباري لهذه الأخبار ومزيد منها زوروا صفحةنا على الفيسبوك وعلى مواقع تواصل الاجتماعي يوتيوب والآن من السوديو الأخبار ننتقل إلى تسليم في صباح البلد أهلا مرحبا بك تسليم من جديد أهلا مرحبا بك تسليم من جديد